المظهر وجماله بقت حاجة مهمة قوي لكتير مننا وما بقتش تلوقتي بتقتصر على الفتيات والسيدات بس لا كمان بقت بتهم قطاع كبير من الرجال أيضا مشاكل البشرة بتتنوع بين حاجات كتير قوي منها الهالات السودة والتجايد وحاجات تانية كتير حنقشها مع ضفنا اللي مشرفنا ومن وارنا في الستوديو النهاردة دكتور أحمد ابن نصر أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة للعلاج بالنباتات الطبية عضو المجلس الأمريكي للعلاج الطبيعي بالنباتات الطبية وعضو الجماعية الأمريكية للعلاج بمنتجات النحل ماجستير العقاقير الطبية والمستشار العلمي لشركات طبية مصرية وصينية أهلا بيك يا دكتور من وارنا النهاردة في الستوديو أهلا بيك يا ناس وألف شكرة جدا على استضافة حضرتك اللي في النبات بتاع حضرتك أهلا بيك إحنا الحقيقة إحنا والمشاهدين بنستفيد من حضرتك كتير ومن المعلومات القيمة اللي بتقدمها لنا وبتقدمها للمشاهدين أنا تحت عملك وتحت عملك كل السادة مشاهدة إن شاء الله أهلا بيك يا دكتور في البداية عايزين نتكلم معيك عن مشكلة الهالات السودة اللي بتبقى تحت العينين وعايز أقول لحضرتك إن فيه كتير قوي من الناس بتشتكي منها ده طبعا بيبقى ليه عوامل طبيعية وممكن أوقات بيبقى نتيجة وراسة كمان والغريب أو جديد في الأمر إنه بقى حتى بيظهر على الأطفال الصغيرين بعض الأطفال ممكن نلاقي عندهم اسمرار أو غمقان في منطقة ما حول العين فحبين حررتك تكلمنا أكتر عن موضوع الهالات يا دكتور الهالات السودة أو الريت سيركل زي عمتها من الحاجات اللي بتكون بتبوز منظر السيدة أو بتبوز منظر زي ما حضرتك قلت الشاب أو الرجل أو البنت الصغيرة وهي حاجة بتكون موجودة من السن الصغير ممكن في بعض الأحيان بتكون موجودة من السن الصغير لغاية ما ممكن فيه سن جميع لها أسباب كتيرة جدا قد يكون الكابد أحد العوامل فيها ممكن الأنيميا أحد العوامل فيها عوامل تانية خاصة كمان بضعف الوردة الدموية ضعف الأوعية يعني ممكن تكون أسباب ورسية وممكن تكون أسباب صحية صحيحة فنم بس هي من الحاجات اللي سهل جدا علاجها بالنباتات الطبية وسهل جدا علاجها حتى في المطبخ بتاعنا هو الهدف من البرنامج بتاعنا إزاي اللي احنا نقدر إن شاء الله بإذن الله تعالى نقدر اللي احنا نوصل للناس المعلومة اللي هم في المطبخ بتاعهم البسيط ده يدور اللي هم يحضروا كل التركيبات والوصفات البسيطة السهلة جدا بتاعتهم الزيت النعناع وزيت اللوز المر اللي اتنين دول فعالين جدا في علاج الهالات السودة بس احنا عندنا حاجة بس أساسية إن زيت النعناع ده زيت طيار الزيت الطيار ده بيكون بيلهي بالبشرة احنا عايزة بحددك بس اتعرف شوية دكتور المشاهدين يعني إزي الطيار لأنه بعض المشاهدين ممكن يعتبروا إن الزيوت كلها واحد لا 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 احنا عندنا من الزيوت اللي بتطلع من النبات نوعين حاجة اسمها زيت الطيار وحاجة اسمها زيت السابت الزيت الطيار ده اللي بيكون بييجي عن طريق اللي هو التقطير الاستخلاص عن طريق التقطير اللي هو التقطير عن طريق جهاز التقطير اللي هو بيستخلص العطر زي عطر اليسمين وزي بيستخلص الزيت النعناع وبيستخلص زي الزيت الطيار بتاع الريحان لطريقة معينة في تصميمهم يعني اه تقطير الزيت الطيار الكيلو الواحد من النبات بيطلع 32 من لبس يعني كيلو الواحد بيطلع إزازة قد كده ايه مشكلة الزيت الطيار اللي هو بيكون مركز جدا 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 زيوت الطيار اللي هي أصلية طبعا الان كلم على حاجة الأصلية اللي مش منضاف عليها مش منضاف عليها أي إضافات أو مش متخفافة بتكون طب ده مع وضوه مهم جدا يا دكتور يعني التعامل مع الحاجات دي لازم يكون بحذر أرى لأن النقطتين نقطتين كافيين جدا اللي أنت تستخدمهم يعني لو كيلو مثلا ممكن يقعد مع الواحد سنين الكيلو لا ده مش سنين الكيلو ده أنت ممكن تعديه على كل جرانك لأن أنت لو استغلقت في السنة كلها ممكن تستخدمك 50 ملي أو 100 ملي لو أنت تستخدمك زيت بالانتظام أشهر زيوت الطيارة على الإطلاق هو زيت اللوفندر وهو كلمة لوفندر جاي من مقطع فرنسية معناها هو الزيت اللي بيستخدم ساعة الاستحمام لأنه أما كانوا بيستخدموا ساعة الاستحمام بيحطوه في البنيو بحيث اللي هو يدي تعطير غير طبيعي للجسم وأنت بعد الاستحمام بريحة بتاعت اللي بيستحمه ريحته جميلة وهل بيساعد على الاسترخاء أيضا يلط لا زيت اللوفندر ليه فويت كتير جدا بيساعد على الاسترخاء وبيفوك الألم التنشى بتاع العضلات بتاعت الجبهة لو فيه مثلا صوضاء أو حاجة من مرض القبيل وكمان بيساعد بيعمل التقام تماما من الحروق أو أصار الحروق كمان إن شاء الله في حلقاتنا هنبقى نوري للناس الزيوت الطيارة الحقيقية لأنه هنعرفهم إزاي يعرفوا الفرق ده مهمة أوي زيت الطيارة والزيت السابت هو فيه طريقة سهلة جدا في البيت هنطلع اللي إحنا نجيب ورقة عادية من ورقة فرخي الورق العادي البيض ونحط نقطة من الزيت على الفرخ الورق لو زيت طيار طبيعي المفوض للنقطة تطير ما يبقاش منها ما تسيبش أثر يا دكتور على الورقة خالص كأنها مية مثلا زيت طيارة مافوض زيت طيارة لكن لو هو بقى متغش أو اللي هو مخشوش أو متخفف مثلا بزيت ثابت مايفضل الزيت زي يعمل بقعة ونتأكد بقى نعرف إن ده مش زيت أصل هو ده زيت الزيت اللي إحنا نتكلم هو فيه حاجة اسمها تانية اسمها الزيت 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 الزيتة هي الزيت زي زي الزيت اللي هي بتاعة الطعام أشهرهم على الإطلاق زي زيت اللي هو عباد الشمس زي زيت الصوية زي فيه زيوت تانية مش مشورة بين الناس بس بتستخدم في استخدامات تجملية زي زيت بزر اللي عنابو ده بنستخدمه في الشعر زي زيت الججوبة وده برضو بنستخدمه على البشرة وبنستخدمه على الشعر زي زيت جنين الأمح اللي هي اللي هو النونو بتاع الأمحية أو حبة أمح النونو الصغير ده بعد ما بتفصل الأمح وبتفصل الرضة عن الأمح اللي إحنا كمان بنكله وهو الحبية الأمحي فيها ثلاث درجات أو ثلاث حاجات بتفصلوا منها الرد اللي بره الإشرة الخارجية والحبة اللي مستخلص منها ذات نفسها الدقيق اللي إحنا الطحين اللي إحنا بنكله واللي جواه خالص الصغير ده اللي هو الجنين بتاع الأمحي الجنين ده بيتعصى بيطلع منه الزيت بتاع جنين الأمحي وده ليستخدامك كتير جدا برضه هده ما إن شاء الله نتكلم عنها في حلقاتنا وإحنا إن شاء الله طبعاً يعني لو تكلمنا عزويت يعني ويحتاجين حلقات وحلقات وإن شاء الله حضرتك هتشرح لنا بالتخصيل بس لازم الناس يفرق بين حاجة اسمها زيت الطيار وزيت السابت وإن أنا بستخدمه لازم يكون زيت طيار ويكون من مكان معتمد لإن حضرتك إحنا في عندنا مصيبة تانية في الزيت الطيارة الموجودة في السوق في بعض الناس يفرق بيبكبوا الزيت الطيارة تركيب بيتي يعني لو أصلاً ما يعرفش ما شايفش إنه بط أصلاً يعني هو مثلاً بيقول لك اللفندر ده ده مش زيت اللفندر ده عبارة عن مادة كذا على مادة كذا على مادة كذا فعطي ريحة شبه ريحة اللفندر هو أصلاً فبيبها للناس على الأساس أنه هي زيت اللفندر ولا هو أصلاً شايف اللفندر ولا أصلاً عدى على لبطة اللفندر لا من بعيد ولا من غريب مشكلة هذا الكلام بقى في خطورة شديدة جداً أنا شفت بعيني أستاذ ليا ربنا رب يضلط العمر الصحة رب وده أنا حق يعني ده أستاذ ليا وأنا شفت هذا الكلام بعيني كانوا مشكلة في عينه جالوا ضعف في البصر العصب البصري يعني يكيد يكون ما عادش بيشوف نتيجة اللي هو استخدم زيت طيار من واحد قال له اللي هو ده زيت طيار هو طبعاً راجل وصق فيه وفي النهاية كان من زيت طيار الحاج ده كانت تركيبة وكان حاطت عليها مادة اسمها مادة الميسانول ومادة الميسانول ده حضرتك بتعمل عمى الميسانول ده اللي هو حضرتك اللي هو اللي بيستخدم حضرتك انت عارفها اللي هو اللي بيستخدمه في توليع البابور الجاس الصغير ده اللي هو الأحمر الميسانول الأحمر ده الميسانول الأحمر ده بيستخدمه ساعات في استخلاص الزيوت عشان بيستخلص الزيوت في النهاية ممكن يؤدي في النهاية لقدر الله للعمع كلام حضرتك فكري فيلم قديم شوية من أيام أفلام الأبيض وسويد لما كان فيه مشهد درامي كده بسبب زيت كان اسمه زيت الأنديل أو حاجة كده اتحط برضو في عين شخص ما في الفيلم والأسف أدى إلى العمل نحن مش عاوزين الجهل عامةً وكل الأشياء لكن هو احنا بنقول للناس حاولوا لو أنت بتاخد معلومة حتى في النباتات الطبية تاخد المصدر موسوق فيه طبعاً المصدر يكون موسوق وكمان المصدر اللي أنت بتشتري منه لازم يكون موسوق وده هدف إن شاء الله بإذن الله على المحطة هنا اللي احنا نعرف الناس بكل الوسائل الطبيعية وفي نفس الوقت إزاي يجوا الحاجات بتاعتهم صح ويعرفوا إزاي فرقوا بكشوفات بسيطة في البيت في كشفوا بسيط في البيت إزاي عرف العسل ده مثلا المخشوش من العسل العادي ده مهم أهو يا دكتور الزيت الطيار المخشوش من الزيت الطيار اللي هو المتهكب كلام ده كل ما إن شاء الله سابقاً ده مهم جداً لأن فعلاً كتير من الناس ما تبقاش عارفة الطريق تمشي إزاي وتروح لمن وتشتري منين وتطلب حتى إيه يعني إيه الطلب اللي يتطلب وهم بيشتروا المنتج ده علشان يبقوا عارفين إزا كان ده هيفدهم ولا مش هيفدهم ما يفدنا للأسف الشديد بعض الناس بدلقوا ما شير نرى اللي هو التوفير مش معقول يكون مثلاً زيت النعناع مثلاً إزايزة مثلاً الثلاثين ملي بخمسة جنيه هو أصلاً إحنا اتفقنا إن الثلاثين ملي الثلاثين ملي بيطلعه من كيلو الكيلو بيطلع ثلاثين ملي فمستحيل يدبع طبعاً ثلاثين ملي بيطلعه فعوه مستحيل يدبع لك بالسعر ده يعني إنت لازم تبقى أنت عارف اللي إنت لو خدت ثلاثين ملي فعلاً بيور من الزيت النعناع مستحيل يكون مستحيل وبعدين عايزين نوضح كمان حاجة لمشاهدين يعني لما ست البيت تروح مثلاً تعمل تركيبة من الصبون اللي هتغسل به إن كان الموعين أو حتى الملابس ما ينفعش أبداً إن إحنا نطبق نفس وجهة النظر دي على حاجات هنستخدمها للبشرة أو للشعر أو للصحة العامة ده بيئزي كتير قوي لما حتة هدوم أو حتة ملابس عندك طبوز مش مشكلة بس لما شعرك أو بشرتك أو تحصلك مشكلة كبيرة هتتعالجي بفلوس كتير قوي وحياخد منك وقت كمان فحرام يعني نتحرى بس الدقة في مصدر المنتج اللي إحنا بنشتريه ونبقى عارفين وإحنا بنطلب إيه ومنين وده اللي إن شاء الله بمرور الوقت هتعرفوه من خلال من القلب من خلال فقرة سر الصنعة اللي بيشاركنا دايماً فيها دكتور أحمد بناصر نرجع تاني يا دكتور عارفين مثلا الفدان زي مثلا ينسور الفدان كامل ممكن يطلع لك جركن من زيت الينسور جركن يعني تخيل الفدان شهور طويلة مزروع بيطلع لك فقط لغير جركن اللي يسمع كلمة فدان يقول ده حيطلع بقى كميات طبعاً هي جركن لأنه كل الكمية اللي هلوم ما دي فيها زيت طيار قد كذا هي طلعت الكمية البسيطة جداً دي اللي هي في النهاية جركن طبعاً دي حاجات بتحتاج يا دكتور يعني بحث ودراسة يعني أكيد ما بتكونش هي بتبقى خاضعة للصناعة ولكن احنا دايماً منجيب حاجاتنا زي ما حضرتك قلت اللي هي تحط على بشارتنا من مؤسسات تكون معتمدة وتكون أخذة رخصة من وزارة الصحة وتكون كمان حاجة تانية أهم من كده فيه اللي هو الكشف الدور بتاع وزارة الصحة عليها اللي فيه عن تحت الإشراف بتاعت وزارة الصحة فيه مرأبة دايما بحسن أنت تطمئن أن صاحب المؤسسة أو المؤسسة دي ويخاف اللي هو كمان يخالف القانون لأنه علي رقابة لكن فيه مؤسسات تانية مش عليها رقابة إيه ما دعانا أخذ منها طيب نرجع تانية يا دكتور لمشتلة الهالات السعودة أحبين يعرف إيه طرق العلاج اللي ممكن ست البيت تستخدمها بشكل بسيط إحنا عندنا زيت ثابت وزيت طيار زي ما إحنا قلنا زيت الطيار اللي هنستخدمه هو زيت النعناع هناخد خمس نقط فقط لغير من زيت النعناع الطيار مع معلقتين كبار من زيت اللوز المور زيت اللوز المور ده زيت ثابت خمس معلقتين كبار من زيت اللوز المور مع خمس نقط من زيت النعناع الطيار هندونهم مع بعض كويس جداً وهندونهم حوالين زيت اللوز المور مع زيت النعناع الطيار خمس نقط من زيت النعناع الطيار المفوضة اللي هو أصلي مع اثنين معلقة كبيرة من زيت اللوز المر لماذا نقولهم تاني يا دكتور بعد إذنك خمس نقط من زيت النعناع الطيار خمس نقط من زيت النعناع الطيار مع اثنين معلقة كبيرة من زيت اللوز المر السابت معلقتين كبار من زيت اللوز المر السابت تمام كده وبندهنهم حوالين تحت العين هل قبل النوم ولا لحوات مرتين في اليوم بانتظام مع طبعا علاج الأسباب الداخلية يعني لو عندنا أنيميا يا بيت اللي احنا نحاول إحنا نحب نعليجها لو عندنا كابت دوني أو دون على الكابت يا بيت اللي احنا نعليجها إن شاء الله أو نتابع معها بخصصة الأطلاق يعني دي من الأسباب المرضية اللي ممكن تؤدي إلى الهالات السوداء طبعاً طبعاً الهالات السوداء الصعر الكتير لو بنشرب صجاب كتير كل هذا الكلام ممكن يؤدي في النهاية لضعف أو الأوعية الدموية اللي في النهاية ممكن يعمل موضوع الهالات السوداء يعني المفروض يا دكتور أن أي حد يحس أن ترأت على بشرته على المظهر العين تغيرات أو مشاكل معينة حس بيها المفروض أنه يعمل على الأقل صورة دم صحيح هي البشرة فعلا والله يمرأ لجسمه يعني أنا شفت مرضى كتير جدا في حالات مرضية كتير جدا أن يبحصل لهم مشاكل فعلا ببشرتهم أول حاجة بتقصر بتتقصر صحيح يعني يبقى أبان على المريض حتى من بره كده هو شكل متعبان فدي حاجة مهمة جدا اللي ناخد بالنا من بشرتنا حتى هي بالنسبة لنا ترمومتر بيقيس مدى الوضع الجسد بتاعنا وصحتنا في الجسم ربنا إن شاء الله يشفي كل الناس وناخد بالنا لأنه زي ما الدكتور بيقول يمكن البشرة بتكون مريضة الجسم خلينا ندخل معاك يا دكتور المشكلة تانية مشكلة التجعيد يعني دي مشكلة بقى يعني حتى البنات من سنه صغير بيبتدوا يهتموا بيها وفي بنات تقول لا أنا لسه صغيرة مش دلوقتي بعد معادي التلاتين ممكن أشوف لو فيه تجعيد أعالجها أو الكلام ده هل بيبقى يفضل إن لو فيه طرق للوقاية نستخدمها من قبل ما نكبر في السن وإيه طرق دي؟ طيب هو التجعيد لها أسباب كتابة جداً بس هو أشهرها على الإطلاق الجلوس في الشمس الفترات طويلة جداً ده اللي بيسبب التجعيد ده أشهر التجعيد حتى دايما أنت لقي اللي هم الفلاحين اللي هم اللي بيعودوا فيه